بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درسين جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي حديثنا اليوم البرهنة والاستدلال البرهنة والاستدلال في الكفاية الكتابية البرهنة والاستدلال العلمي ونشاطات بعض نشاطات التعلم مشاركوني بتقديمي هذا الدرس في كفاية الاتصال الكتابي كفاية الاتصال الكتابي اكتبوا بأكبر قدر ممكن لا يهم أن يكون كل شيء جيدا سوف يتحسن الإنتاج فيما بعد لا تفرطوا في شبابكم وفي مرونتكم أدي بالعالمي تشيخوف الكتابة العلمية الكتابة العلمية الأهداف التدريبية في هذه الوحدة توقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تتبع الخطوات المناسبة لكتابة نص علمي كذلك تصف العلوم ونظام الأشياء والظواهر الطبيعية والبيولوجية والتجارب العلمية وصفا علميا دقيقا أيضا تستخدم البرهان المناسب لإثبات القضية أو الفكرة أو الإدعاء بحسب الموضوع أيضا تبني النص الاستدلالي وفق الخطوات المنطقية التعريف أصدار الحكم البرهنة والإثبات وأخيرا تتبع منهجية مناسبة لبناء البرهان المنطقي منهج الاستقراء ومنهج الاستنتاج ومنهج القياس والمماثلة هذه أهم من الهداف التدريبية التي تتعلق بهذه الوحدة الوحدة التدريبية الرابعة البرهنة والاستدلال العلمي البرهنة والاستدلال العلمي هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك الدخول عليه ومعرفة الدرس لاحظ هنا استمع للبراهيم والأدلة التي يقدمها زملائك على صحة المقولة الآتية ثم صنفها بحسب أنواعها قارن تصنيفك مع تصنيف تصنيفات زملائك المواطن رجل أمن الأول هذه هي عبارة هنا صحة المقولة تأتي ببراهيم من برهان وما هو الدليل؟ من برهان تثبت أن هذه المقولة صحيحة وليست صحيحة وإيضا أن هذه هي أدلة فهنا أن تأتي أنت وإيضا زملائك كل طالب يأتي به ببعض البراهيم والأدلة على صحة هذه المقولة ثم تصنيف تصنف ذلك أنت تصنف وأيضا تقارن تصنيفك مثلا مع تصنيفي زملائك وما إلى ذلك وهنا كله يأتي بإجابات من عنده ثم بعد ذلك ينظر إلى ما الذي أجاب زميله عن هذا المواطن رجل الأمن الأول لاحظ هذه العبارة المواطن رجل الأمن الأول هنا نريد أن نبرهن على صحة هذه العبارة هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة؟ ما رأيكم في هذه العبارة؟ المواطن رجل الأمن الأول وهنا أن تبرهن على صحة هذه المقولة بداية مثلا هنا دليل شرعي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أيضا دليل آخر من المواطن رجل الأمن الأول نقول مثلا دليل منطقي دليل منطقي بالمنطق وأن هنا المواطن رجل الأول الأول بمعنى أنه وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه وهذا دليل منطقي بمنطق وأنك لا بد أن تحمي هذا الوطن لأنك تعيش فيه أيضا دليل آخر وهو علمي دليل علمي مثلا واحترام المواطن للقوانين وعدم مخالفتها وعدم تستر على من يخالفها يسهم في تحقيق الأمن يسهم في تحقيق الأمن وهذا دليل علمي وأنه فعلا أن احترام القوانين وعدم مخالفتها وعدم تستر على من يخالف هذه القوانين يسهم في تحقيق الأمن إذن هذه العبارة صادقة مواطن رجل الأمن الأول أيضا هنا أقول مثلا إحصائي هذا دليل إحصائي حسب إحصائي ازدهار الدول في ظل وعي المواطن ازدهار الدول التي فيها المواطن أكثر وعيا ومحافظا على وطنه هنا تزدهر ازدهار الدول في ظل وعي المواطن بأهمية الأمن والمحافظة عليه بأهمية الأمن والمحافظة عليه هنا بإمكانك أنت أيضا تأتي بأدلة من عندك وأيضا تأتي بتصنيف هذه الأدلة المشرعي ومنطقي أو إحصائي أو علمي بحسب تصنيف الأدلة على صحة هذه المقول وأنتس تقارن وانظر أيضا إلى إجابات زملائك وأيضا هم ينظرون إلى إجابتك وهكذا لاحظ معي هنا مناهج الاستدلال المنطقي هنا مناهج الاستدلال المنطقي بين قوسين استكمل ثم أعطي أمثلة إضافية وناقش استنتاجاتك مع زملائك لاحظ هنا منهج الاستنتاج وهنا منهج الاستقراء وهنا منهج القياس منهج الاستنتاج والاستقراء والقياس بما أن إذن وهنا أمثلة كذلك وهكذا أيضا هنا أحكام معللة هنا أيضا منهج القياس هنا تعلل وهنا نقل الحكم إلى مثال مشابه في العلة يعني يكون فيه مشابهة في العلة في البداية هنا منهج الاستنتاج بما أن لاحظ هنا العبارة أو المقولة بما أن السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الإنسان إذن بما أن السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الإنسان هنا منهج الاستنتاج إذن السعودية هنا ستجيب عن هذا وستأتي باستكمال وأنه تأتي بأمثلة إضافية كذلك هنا بعض الأمثلة في منهج الاستقرار الحديد يتمدد بالحرارة الحديد يتمدد بالحرارة وهكذا فكل المعادن تتمدد بالحرارة هنا تأتي بأمثلة في مشابهة في منهج الاستقرار منهج القياس هنا في أحكام معللة تمنع الدولة تعاطي المخدرات لأنها محرمة تمنع الدولة أيضا تعاطي المسكرات لأنها محرمة هنا عليها أن تمنع ثم لأن هنا قياس بالإلة هنا تأتي أحكام مشابهة في الإلة طيب نعود إلى منهج الاستنتاج في البداية وهنا بما أن السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وبما أن الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الإنسان إذن ماذا ستقول وماذا ستكتب إذن السعودية جميل هنا تكفل حقوق الإنسان إذن السعودية تكفل حقوق الإنسان لأنها تطبق أحكام الشريعة ولأن الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الإنسان فهنا لاحظ السعودية تطبق أحكام الشريعة وبما أن الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الإنسان إذن السعودية تكفل حقوق الإنسان هذا في الاستنتاج هذا يسمى مذهب أو منهج الاستنتاج منهج الاستقراء هنا أمثلة مثلا لاحظ الحديد يتمدد الحديد ويتمدده بالحرارة أيضا تقول مثلا والنحاس أيضا والذهب يتمددان بالحرارة إذن هنا الحديد يتمدد بالحرارة وكذلك النحاس والذهب يتمددان بالحرارة وهكذا فكل المعادن تتمدد بالحرارة إذن هنا تقول في الأمثلة وهكذا فكل المعادن كل المعادن إذن هذا أيضا منهج الاستقراء بما أن الحديد يتمدد بالحرارة وكذلك الذهب يتمدد بالحرارة وكذلك النحاس يتمدد بالحرارة إذن هنا في الاستقرار كل المعادن تتمدد بالحرارة جميل هذا في منهج الاستقرار منهج القياس هنا حكم ومقيس أحكام المعنين هنا تمنع الدولة تعاطي المخدرات لأنها محرمة وكذلك تمنع الدولة تعاطي المسكرات لأنها محرمة طيب نقل الحكم إلى مثال مشابه في العلة مثال مشابه في العلة هنا عليها أن تمنع مثلا الخمر عليها أن تمنع الخمر أيضا لأنه محرم لأنه محرم وهنا قياس وهنا قياس جميل المخدرات والمسكرات وتقول مثلا الخمر وهذا مثال مشابه في العلة لأنها تمنع الحكومة أو الدولة تعاطي المسكرات لأنها محرمة وكذلك المخدرات لأنها محرمة أيضا عليها أن تمنع الخمر أيضا لأنه يدخل في ذلك وهذا قياس بالمثال إذن مناهج الثلاثة ومناهج الاستدلاع المنطقي منهج الاستنتاج ومنهج الاستقراء ومنهج القياس ومنهج القياس بعض نشاطات التعلم في كفاية الاتصال الكتابي بعض نشاطات التعلم في كفاية الاتصال الكتابي لاحظ معي هنا في النشاط الأول هل يمكنك التعرف على الدليل أو البرهان المعطى على قضية أو حكم هنا تقرأ في هذه الفقرات الموجودة ثم تذكر الدليل أو البرهان طبعاً هنا لاحظ نوع الدليل قد كتب نوع الدليل هنا إقرأ وحدد الدليل فقط إقرأ وحدد الدليل الدليل هو البرهان أو إثبات الذي كان لهذه القضية في الأولى إننا نمارس اللغة عندما نتحدث أو نستمع أو نقرأ أو نكتب فهل يعني ذلك أن اللغة تتكون من أربعة عناصر؟ بطبيعة الحال لا بطبيعة الحال لا فهناك فرق بين اللغة وصور ممارسة اللغة فرق بين اللغة وصور ممارسة اللغة حيث إن اللغة رموز منطوقة ومكتوبة يعبر بها كل قوم عن أغراضهم إذن اللغة هي رموز منطوقة ومكتوبة يعبر بها كل قوم عن أغراضهم الدليل هنا من هذه الفقرة اللغة رموز منطوقة ومكتوبة يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ما نوع الدليل هنا التعريف بالمفهوم هنا عرفت اللغة التعريف باللغة ما هي اللغة هي رموز منطوقة أو ومكتوبة يعبر بها كل قوم عن أغراضه طيب لاحظ معي هنا الفقرة الثانية طبعا هذه قد أجيبت سنجيب عن الثانية هنا بدون اللغة يصعب على البشر أن يتآلفوا ويكونوا مجتمعات إننا لم نرى ولم نسمع عن مجتمع بشري ليست له لغة إذن هذه الفقرة هنا نوع الدليل الملاحظة والاستقصاء طيب أين هو الدليل بإمكانك أن تأتي بالدليل الموجود في هذه الفقرة ما الدليل أو البرهان الموجود في هذه الفقرة جميل هنا الدليل لم نسمع عن مجتمع بشري ليست له لغة لم نسمع ما نوعه ملاحظة واستقصاء ملاحظة واستقصاء لم يسمع عن مجتمع بشري يسأله لغة جميل لا أهم عن هذه الفقرة أيضا ولولا المجتمع لما اكتسب الطفل اللغة لما اكتسب الطفل اللغة ولما درى ما الكلام ولقد أثر وعثر العلماء عبر العصور على نماذج من أطفال الغابة على نماذج من أطفال الغابة الذين لم يخالطوا مجتمعاً ولم يعيشوا في وسط اجتماعي فوجدوهم لا يتكلمون ولم تفلح محاولاتهم في إكسابهم اللغة لاحظ هنا نوع الدليل هنا أمثلة مستمدة من الواقع طيب ما هو الدليل مذكور هنا وما هو البرهان المذكور في هذه الفقرة بإمكانك أيضا التفكير سأنتقل ثم سنعود هنا أيضا وحيث خلق الله آدم عليه السلام ولم يكن هناك مجتمع لغوي يكتسب منه اللغة فقد امتنى الله عليه بأن علمه اللغة قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها لأنه بدون هذا التعليم لا يمكن أن يكتسب اللغة طيب هنا دليم القرآن ما هو الدليل ما هو الدليل ممتاز هنا نعود ولولا المجتمع لم اكتسب الطفل اللغة ولما درى ما الكلام ولقد عثر العلماء عبر العصور على نماذج من أطفال الغابة الذين لم يخالطوا مجتمعا ولم يعيشوا في وسط الاجتماعي فوجدوهم لا يتكلمون ولم تفلح محاولاتهم في إكسابهم اللغة لاحظ هنا للدليل أمثلة مستمدة من الواقع هنا ما الدليل متأكيد أنك عرفته وهنا تقول أطفال الغابة لا يتكلمون ولم تفلح محاولاتهم في إكسابهم لغة إذن هذا الدليل مستمد من مثال من الواقع طيب حيث خلق الله آدم عليه السلام لم يكن هناك مجتمع لغوي يكتسب منه اللغة فقد امتنى الله عليه بأن علمه اللغة قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها لأنه بدون هذا التعليم لا يمكن أن يكتسب اللغة طيب دليل من القرآن وهنا الدليل ما هو؟ الدليل هنا وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها جميل إذن هذا الدليل والبرهان وإيضا هو نوعه أو نوع الدليل لاحظ معي هنا إثنان للبرهانة على فكرة أو قضية يتبع الكتاب خطوات متسلسلة خطوات متسلسلة حاول اكتشافها في النص الآتي هذا نص ما الخطوات التي يتبعها الكتاب للبرهانة على فكرة أو قضية وهنا في التعليق الفكرة والحكم أسالي بإثبات الحكم وخطوات بناء الحكم هنا خطوات بناء الحكم جميل هنا في الإنسان وموقف العلم منه خلق أفوان خلق الإنسان وموقف العلم منه الإنسان مخلوق من طين منه خلق وإليه يعود وقد قرر القرآن ذلك في مواضع متعددة من ذلك قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم وذلك ما يؤيده الواقع ويقره العلم فلو أخذنا قبضة من تراب الأرض وقطعة من جسم الإنسان وأجرينا على كل منهما عمليات التحليل الكيماوي لوجدنا العناصر التي يتركب منها الجسم مأخوذة من العناصر التي يتركب منها التراب مع اختلاف مقدار كل عنصر تبعا لأهمية الوظيفة التي يؤديها في الجسم وهذه العناصر تنتقل من تربة الأرض إلى جسم الإنسان بما يتناوله من الأطعمة النباتية أو الحيوانية وعندما يموت الإنسان والحيوان والنبات تبلى أجسامهم وتتحلل إلى عناصرها وتعود إلى الأرض فتتم دورة كاملة للعناصر المذكورة تبدأ من الأرض فأجسام النباتي والحيوان فجسم الإنساني وتنتهي مرة أخرى إلى الأرض وصدق الله العظيم الذي قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لاحظة النص هنا التعليق هنا يقول للبرهن على فكرة هو قضية يتبع الكتاب خطوات متسلسلة هنا بدأ ما الفكرة في هذا النص خلق الإنسان وموقف العلم منه ما الفكرة في هذا النص جميل إذن الفكرة هنا أن الإنسان مخلوق من طين أن الإنسان مخلوق من طين هذا الفكرة طيب أساليب إثبات الحكم كيف أراد الكاتب هنا أثبت أو أتبئ إثباتات لهذا الحكم جميل هنا الإثباتات أنها أتى بدليل شرعي وبتجربة كذلك بتجربة علمية أتى بدليل شرعي وبتجربة علمية الخطوات الخطوات التي في بناء الحكم أو بداية إصدار حكم أصدر حكم وأنهم مخلوق من طين ثم بعد ذلك ذكر البرهنة بالدليل شرعي والتجربة إذن أصدر الحكم ثم ذكر البرهن الذي اعتمد على هذا الحكم فيه وهو الدليل شرعي والتجربة جميل ثالثا هنا نحتاج إلى الأدلة والبراهين والحجج نحتاج إلى الأدلة والبراهين والحجج لإثبات الأفكار المطروحة للنقاش مهما كان نوع الفكرة أو القضية بين قوسين علمية أو اجتماعية أو نفسية أو دينية إلى آخره معنى أنها قضايا متعددة بحسب القضية علق على الحجج والبراهين المطروحة في النص الآتي سيأتي النص وسنعلق على البراهين والحجج المطروحة مستعيناً بالموجهات المعطات التي تكون معك في السؤال إذن نحتاج الأدلة في البراهين والحجج لإثبات الأفكار المطروحة للنقاش مهما كان نوع هذه الفكرة أو القضية هنا يريدك منك التعليق على ذلك مستعيناً بموجهات المعطات لاحظ النص هنا وهذه التعليق التي هي الموجهات يرى باحث اجتماعي أن أهمية الإعلام الذي استطاع عبر وسائله المختلفة الإسهام الفعال في نشر الوعي والثقافة بين شرائح المجتمع والنهوض بالمستوى الفكري والوجداني لأفراده من خلال ما يطرحه ويناقشه من القضايا التربوية والثقافية والعلمية والاجتماعية وتعاونهم عن المؤسسات الأخرى في مكافحة الأمية والجهل والتخلف بين الناس وتبصيرهم بدورهم الأساسي في الحياة وواجبهم الحقيقي تجاه دينهم وأمتهم ووطنهم وله بعض المساوية التي لا ننكرها أو نتجاهلها ولكن ذلك لا يسوق لنا رفضه كلية بمنع إدخال وسائله إلى بيوترا لدورها الكبير في تثقيف الناس وترفيههم في مجتمعنا ويرى آخر أن الإعلام آثارا سلبية خاصة على الشباب ويمكن معرفة ذلك من خلال الآتي تقليد المشاهير في جوانبهم الشخصية الإيجابية أو السلبية وتلقف ما يقدمونه سواء أكان نافعا أم ضارا كما يرى ثالث أن مشكلة التأثير السلبي للإعلام على الفرد كبير وتأثيره في جانب يقود إلى جوانب أخرى ومن ثم سلسلة متصلة من التأثيرات الجسدية والنفسية والأخلاقية وهذه السلسلة قد تدمر علاقة الأفراد داخل المجتمعات هذا نص هنا التعليق نخص الحجج التي وردت في النص ما هي الحجج التي ذكرها الكاتب في النص وكذلك هنا أقوى حجة تراها ثم سبب قوتها وأضعف حجة ثم سبب ضعفها يعني الحجج التي ذكرها ورأيك في هذه الحجج بعد ذلك الرأي الذي تراه بعد هذه المناقشات هنا تدلو أنت برأيك ويمكنك تعاون أنت وزملائك ما هي الحجج التي ذكرت في هذا النص أو البراهين التي ذكرها والأدلة كلها هنا الحجج أنه تقول يسهم الإعلام في نشر الوعي والثقافة جميل ويساهم في مكافحة الأمية تقليد المشاهير في جوانبهم السلبية والإيجابية وأيضا أنه سلسلة متصلة من التأثيرات إذن هذه هي الحجج الأولى يسهم الإعلام في نشر الوعي والثقافة ويساهم في مكافحة الأمية إثنان تقليد المشاهير في جوانبهم السلبية والإيجابية ثالثا أنه سلسلة متصلة من التأثيرات أقوى حجة ذكرت بالنص أقوى حجة هنا أنه سبب في نشر الوعي والثقافة أن العلام سبب في نشر الوعي والثقافة وهذه أقوى حجة طيب لماذا سبب قوتها؟ طيب أنها من الواقع أنها مستمدة من الواقع طيب أضعف حجة جميل أضعف حجة هنا تقليد المشاهير أيضا في جوانب الشخصية السلبية والإيجابية هذه أضعف حجة ذكرها الكاتب طيب ما سبب هذا الضعف؟ هنا نقول أن كثير من الناس يتابعهم صحيح لكن لا يقلدهم طيب الرأي الذي تراه بعد هذه المناقشات وهذا لك تعود ممكنك أن تذكر أيضا الرأي ما رأيك في هذه المناقشة؟ ماذا ترى أنت؟ هنا تذكر ونقول بدورنا نحن أهمية الإعلام أن أهمية الإعلام بما يخدم الوطن والمجتمع مع تنقيته من الشوائب التي تطرى عليه وتؤثر سلبا على الوطن والمجتمع هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين